مهمة جدا هذه التفعيلات أيضا نقوم بتفعيلات طاقة النار والاتحاد بطاقات العناصر الخمسة وإزالة كل الفكر السلبي الظروف السلبية يعني الأشخاص أخواننا أخواتنا لبي يسمعنا لبي يشاهدنا لبي يحضر محاضراتنا فتتبعوني شباب وأيضا تشعلوني الشموع مهم جدا حقيقة أننا نتحد مع طاقة النار ونتحد مع طاقات الماء والهواء والأرض وأيضا الطاقة الربانية المؤسسة للتكوين المؤسسة للأكوان نتحد معاها فتتبعوني نقول التالي باسم الرب العظيم وباسم طاقة النار العظيمة وباسم طاقة الهواء العظيمة وباسم طاقة الماء العظيمة وباسم طاقة الأرض العظيمة تزال من حياتكم أخواني واخواتي كل الفكر السلبي وكل الظرف السلبي وكل حسد وكل تقرير سلبي يزال إزالة عبادية بإسم كل قوى الخير وبإسم المؤسس العظيم الرب العظيم المكون العظيم للحياة وللاكوان وبإسم طاقة النار العظيمة وبسنطاقة الماء العظيم وبسنطاقة الهواء العظيم وبسنطاقة الأرض العظيم نتحد معها نتحد مع هذه القوى ونسألها إنه تبارككم وتملكم بالفرص العظيمة وتحميكم حماية بدية من أي فبركة ومن أي تقرير سلبي ومن أي خطة سلبية محاكة ضدكم تحميكم حماية بدية وتزال منكم كل الظروف السلبية وتزال منكم كل المخاوف وكل الضجر وكل التعب وكل التشاهم وكل الشعور بالوحدة الكون العظيم الرب العظيم يحميكم حماية بدية وطاقة النار تحميكم حماية بدية قولي الآن طاقة النار تحميني حماية بدية قول هذا طاقة الماء تفتح أمامي فرص عظيمة طاقة الهواء تحرك ظروف عظيمة في حياتي هيك تقول وطاقة الأرض العظيمة تملاني بالإرادة وبالقوة تقول الآن الطاقات الخمسة تملاني بالمحبة وتحميني وتباركني وأستلم باسم الطاقة الأزلية الطاقة المكونة الروح الإلهية العظيمة أستلم فرص عظيمة أعيشها وأستلم سلام عظيم أعيشه وأستلم حب عظيم أعيشه وأستلم فرح عظيم أعيشه وأعلن أنا قوة أبدية أعلن أنا سلام أبدي أعلن أنا فرح أبدي في كل حياتي في دراستي في مشاويري في ظروفي في عملي أينما أكون أينما أعيش في كل حياتي الأرضية أعيش ممتلئ بالحماية الكون يحميني من أي فكرة سلبية من أي شر من أي تقرير سلبي من أي حسد باتجاه كلها تحرق بظروف السلبية تزال تحرق تحرق من الغير المنظور وتحرق من المنظور من كل كان سلبي من الغير المنظور والمنظور كل خطة سلبية تحرق تزال بإسم الرب العظيم وأعيش حماية الكون قول هذا بإسم طاقة النار العظيمة أعيش حماية الكون بإسم طاقة النار العظيمة أعيش حماية الكون باسم الظوء العظيم أعيش حماية الكون باسم طاقة الماء العظيمة أعيش حماية الكون باسم طاقة الأرض العظيمة أعيش حماية الكون باسم طاقة الهواء العظيمة والطاقات الخمسة تقول هذا تباركني الطاقات الخمسة الطاقة الربانية تسميها الطاقات الخمسة تباركني تسميها تقول الطاقة الربانية المكونة الإله الأزلي الروح الإلهية الأزلية وطاقة النار وطاقة الماء وطاقة الهوى وطاقة الأرض العظيمة تباركني تحميني كل حياتي في كل حياتي على الأرض أتحد مع الكون الأبدي بالسلام وبالمحبة طاقات الخير زعماء الأكوان يباركونني يحموني طاقات الخير زعماء الأكوان يملوني بالثراء طاقات الخير زعماء الأكوان يباركون عائلتي يباركون ظروفي يباركون مشاويري وأعلن أنا طاقة ضوئية عظيمة أعلن أنا مركز الكون الأبدي حياتي حياة أبدية ظروفي ظروف أبدية عواطفي عواطف أبدية روحي روح أبدية أنا من الضوء أتيت وأعيش أبديا بالضوء أعيش أبديا بالحب أعيش أبديا بالسلام أعيش أبديا بالخير الأبدي أيها الكون العظيم إملاني أكثر بحكمتك أيها الكون العظيم إملاني أكثر بحمايتك أيها الكون العظيم إملاني أكثر بفرحك أسأل منك فرح كثير وأسأل منك حكمة كثيرة وأسأل منك قوة كثيرة الآن تنظرون إلى النار وتقولون النار اللي في الشمعة يعني النار الشمعة تقولون تنظرون إلى النار تقولون أسأل من طاقة النار حماية عظيمة أسأل من طاقة النار حماية عظيمة أسأل من طاقة النار حكمة عظيمة وطاقة النار تحميني إلى الأبد في حياتي الأرضية طاقة النار تزيل من حياتي كل حسد كل شر كل فبركة كل تقرير سلبي بالتجاهي تحرقه طاقة النار وأعيش في حياة الأرضية متحرر من أي خوف من أي تعب من أي تشام من أي ضجر أعيش حياتي على الأرض قائد عظيم مفكر عظيم فيلسوف عظيم أعيش حياتي على الأرض بقوة عظيمة بثقة عظيمة بسلام عظيم بفرح عظيم أعلن هذا على أنفاسي أعلن هذا على حياتي على روحي على فكري والكون يعلن معي زعماء الأكوان يعلنون معي الضوء العظيم يعلن معي أنا طاقة أبدية من الحب والسلام والخير الأبدي أنا طاقة أبدية من الحب والسلام والخير الأبدي آمين 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 يا رب هذا هو كوننا وهذه حقيقتنا حقيقتنا فرح شباب قول قول معي حقيقتي فرح وحقيقتي سلام وحقيقتي إبداع وحقيقتي فراء أبدي وجمال أبدي وقوة أبدية وظروف عظيمة هذه حقيقتك أنت الظروف الأبدية والجمال الأبدي والفرح الأبدي وتعيش إلى الأبد هكذا نعم قول عيش إلى الأبد هكذا كل يوم خير وكل يوم حب هيك تقول وكل يوم سلام وكل يوم نجاح وكل يوم ضحكات وكل يوم فرح وحياتك يا أخي يا أختي تمتلئ بالأفراح وتمتلئ بالسلام إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد حياتنا يا أخواني ويا أخواتي من حياة الكون ونوجه رسالة لكل الذي يسمعنا يشاهدنا نقول له انطلق واجتاز بتفوق كل الامتحانات وكل الدراسات أنت فيك ضوء وأنت فيك محبة وأنت فيك قوة محبتك ضوءك قوتك كلها من روح الكون كل الذكاء الكوني فيك لكن الإنسان يا شباب مرة أخرى وأخرى وأخرى نقول برمج على أنه ممكن يرى نفسه صغيرا فنقول لكل شخص يسمعنا لا ترى نفسك صغيرا أنت مش صغير أنت كل المستويات الكونية أنت الضوء وأنت القوة وأنت الحياة الأبدية وأنت الفرح وأنت السلام وأنت الجمال وأنت الإبداع هذه حقيقتك وأيضا مرة أخرى نقول نحن لا نطمئنك أو لا نجاملك الكون الذي نعيش فيه كون الطاقة بمعنى كون الفكر وهذه الطاقة أبدية فيها مستويات عظيمة من الحياة العظيمة هيك نقول فيها مستويات عظيمة من الحياة العظيمة وفيها عوالم عظيمة وفيها كواكب عظيمة جميلة متطورة بل فيها كل الكائنات التي فوق ما نحن نتصوره كيف تعيش هذا الكون تعيش هذا الكون عن طريق أنك تبني الفكر الأبدي وأكرر أيضا مرة أخرى أسمح لي رجان أن أكرر وأقول تعيش حياتك من الغير المنظور أكرر تعيش حياتك من الغير المنظور وأكرر للمرة الثالثة تدرسون الغير المنظور هذه قوى عظيمة قوى مؤسسة للأكوان مؤسسة للعالم المادي لاحظ هذا بيتك الذي تراه بيتك انظر إليه هذا نتيجة كيف أتى بيتك إلى الوجود وكيف أتت مدينتك إلى الوجود وكيف أتت دعونا نقول الأشجار إلى الوجود كيف أتينا نحن إلى الوجود من الغير المنظور من الغير المنظور فأنت تعيش من الغير المنظور وأنت تصل إليه وتعيشه عن طريق الفكر لأن الفكر الذي فيك هو فكر أبدي الفكر الذي فيك ماذا هو فكر أبدي واستغل كثيرا كثيرا استغل حياتك على الأرض استغلها بكل ما لديك من قوة أفرح أكثر وأؤمن بنفسك أكثر صلي الصلاة العلمية أكثر اتحد أكثر تقوم بتفعيل طاقات العناصر الخمسة أكثر وأكثر وأكثر تبارك نفسك أكثر وأكثر تحب نفسك أكثر وأكثر وأكثر تفرح يوميا تقول في كل يوم لديه فرح هيك تقول في الليل عندما تتهيأ للنوم تقول نومي هذا طاقة فرح ومحبة وسلام وهدوء واليوم القادم الصباح القادم عندما تنهب تقول هذا اليوم هو يوم الفرح الأبدي يوم نجاحاتي يوم إبداعاتي يوم قوتي يوم ذكائي أنا هيك تقول أنا في هذا اليوم أستلم فرص عظيمة واليوم القادم أستلم فرص عظيمة في هذا اليوم أعيش خير عظيم واليوم القادم أعيش خير عظيم لأننا لماذا نقول هذا؟ لأننا نعيش في كون ذاته ذات الخير شبابنا يريدك أن تنجح هو كون الطاقة والطاقة كيف تصل إليها أكرر وأكرر الطاقة يا أخواني ويا أخواتي تصلون إليها بالفكر